او مرات العلايف طيب هليش يا جماعا او مرات العلايف بقى فاعذروني يعني جديدة علي الموضوع ده طيب انا يعني انا جمعت شوية اسئلة الحقيقة فيه ناس بعتوا لي اسئلة كويسة عندي بتاع 14 سؤال وان شاء الله برضو اعرف اجاوب على اسئلة تانية كمان فخلوني الاول ابدأ ادردت شوية على حتة البراند بيلدينج واندانوي تيكيت فوندير هبدأ واحدة واحدة وادردت شوية على حتة يعني ايه براند انا معظم الاسئلة اللي جايلي لحد دلوقتي يعني كلها داخلة في حتة معانة بيطر المفروض ان اعمل ايه يا ترى البراندينج بتاعي ايه هو ايه اللي ممكن ازاي البزنس بتاعي يستفيد من البراندينج البراندينج ممكن يفيد ازاي في الكارير كلها يعني كلام لذيذ ودردشة حاجات بيسيكس انا بسميها فانديمنتلز اساسيات معينة في علم البراندينج والتسويق لانهما الاثنين متربطين جدا ما بعض فخلونا كده نبدأ وبعد كده انا ابدأ اشوف موضوع الاسئلة and then we take it from there خلينا نبدأ باول حتة اللي هي what is a brand طيب انا البراند بالنسبالي دي كلمة يعني كبيرة شوي يعني انا بالنسبالي بحس انه البراند دي مسئولية في ناس كتير بتفتكر انه البراند بيلدينج ممكن يكون مرتبط بحاجات مثلا related بمثلا شعار logo اعلان يعني في ناس تاخدها بطريقة مختلفة banner actually هو علم البراندينج الحديث هو كله مرتبط بالخبرة معينة يا طارع انا باخد خبرة ايه للبراند ده انها تعرف تسعيدني ازاي هاي دي النقطة الاساسية اللي احنا نقدر نشتغل بيها يعني فانا النهاردة لما بايجي بفكر في البراند باعتبر انه هو شعار actually شعار ثقة تعالون برضو نبدأ نعتبر انها more of a discussion على شعار ثقة يا طارع انا النهاردة لما بشوف logo مثلا ان انا بدي example انا مش 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 ببروموت حد بس انا بدي examples عشان نعرف نفهم بعد لما بشوف logo مكدونلز او logo starbucks او logo مارسيدس الناس دي بالنسباني يمثلوا ثقة معينة نقدر اشتغل بيها ثقة ان انا النهاردة الموضوع مش مجرد في المشروب هي النقطة ان انا هلاقي نفس المشروب بنفس الطريقة كل مرة اذا النهاردة الموضوع بقى انه الشعار اللي انا بشوفه ك starbucks بقى بالنسباني كمان ان انا بعرف اطلع بي وبقى بشرب نفس المشروب كل مرة لما بطلوبه بيجيلي هو هو اللي انا بنسميه الكونسيستنسي دي بقى لها تمن وبقى لها وزن او ان انا النهاردة لما بشتري عربية مارسيدس بقى عارف انه فيه خدمة مبعد البيع سواء كان سعر لها في السوق او 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 الاخير فانا هدأ بالحطة الاولادية انوات ازا براند البراند لو انا جيت النهاردة فكرت وكلمت سألت حتى جوجل واتزا براند هيطلع لي مكتوبة في الكتب يعني حاجات لها علاقة ممكن يقولك يعني عندك او اسم لكيان معين او خدمة معينة ان انت تعرف تتميز بيها او تميز البراند بتاعك بيها او كلامين بكل ولكن هو البراند الحقيقي النهاردة يعني هو ده تعريف البراند اللي في الكتب بس البراند الحقيقي زي ما قلت هي يا ترى الخبرة اللي انا باخدها عاملة ازاي وبتشتغل بمدة قد ايه ومكملة معايا قد ايه وازاينا نقدر امفيد ومكمل فدي اول حتة مهمة قوي بالنسبالي في حتة البراند طب هاو دي يو بلد براند وين يو بلد براند الموضوع لهم مقاومات كتير انا طبعا ممكن انا محضر شوية حاجات هنا ممكن اتكلم عليها حاجات ليها علاقة لو انت عندك شركة صغيرة عايز تبدأ تفكر البراند ازاي يقدر يساعدك لو انت يا راجل بتدرس وعايز تفكر ان انت عايز تخش في مجال مش البراند عموما لانه البراند بلدن هو مجموعة حاجات هتكلم عليها النهاردة فلو انت عايز تخش في المجال ده تخش على اساس ايه الاسبكتيشنز وتوقعات ايه من هذا المجال وحتى لو انت كبير في السن وعندك يعني فيه ناس بيعملوا كريه شفت حتى مع الكبر ومش مشكلة وبينجحوا جدا وبيبقوا اقوى من ناس بدأت في الكارير وهم صغارين لان الموضوع كله بيبقى له علاقه بالحماس هتكلم في الموضوع ده اكتر فلو انت النهاردة بتيت اتكلم على what is a brand and how do you build brand البراند البراند بلدنج فانشنز انا بسميهم دلوقتي وكالات معينة مختلفة زي ما انت النهاردة لما يبقى عندك ترابيزة ويبقى لها اربع رجلين فالنفتالة دي علم البراند بلدنج النهاردة برضو بيبقى له ارجل معينة واساسيات ان هو يعرف يدبني عليه فانت عندك شركات اولا فيه فريق التسويق اللي هو المسؤول عن انا ممكن اسميه المدير الفني يعني المدير التسويق او ادارة التسويق في الشركات بالنسبة لي انا هي ممكن اقول انا هتبارك انها زي المدير الفني بتاع فريق كور هو الراجل اللي واقف البر المايسترو اللي بيقعد يفكر ويقعد يحط كده ويعمل تخطيط ويبدأ يرائب عمل دي ايه لا دي خيشة طب نعم ده كده ده جزء من الخطط التسويقية ان جنرال ولكن هو عشان يعرف ينفذ الخطط التسويقية دي كلها الموضوع مرتبط بكذا حاجة محتاج اولا شركة براندنج تيجي النهاردة تعرف تعمله الاساسيات وتبنيله الهوية والشخصية البراند اللي هيتكلم عليه لازم يبقى عنده شركة دعاية واعلان اذا كان هو نهاردة عنده منتج او سلعة او اوفر معين عايز يبدأ يتواصل به مع الناس لازم يبقى عنده شركة وهنا برضو في حتة نوع ناس بتقعف فخ لما يجي قولك انا عايز الديجيطل الديجيطل نهاردة منقسم لحاكتين هو كله كيان واحد بس الديجيطل نهاردة مختلفة ممكن بتبدأ من اول ويبسايت لموبا في ناس طبعا بالنسبة للديجيطل يعني وفيسبوك وانستجرام وده مش حقيقية ففي حتة الديجيطل واخواتها يا ترى في ناس متخصصة في السوشيال ميديا ناس متخصصة في ناس متخصصة في حاجات يعني ايه اللي انا ممكن اعمله خصوصا لو انت بس عندك محل في حاجات كتير تانية ممكن تتعمل جوال محل عندك شركات الميديا الناس اللي تقدر وتشتري ميديا وتعمل لك ميديا لو هتعمل لك ان انت نهاردة معاك فلوس عايز تصرفها حتى في السوشيال ميديا النهاردة بتحتاج انها تصرف فلوس هتصرف ازاي وهتصرف على اساس ايه دي برضو نقطة مهم عندك حاجات تانية طبعا انا بكلمك على السوشيال ميديا انما انا اكتر اكتر يعني حتى لو انت معاك يعني فلوس تصرفها في حامل اعلانية ايه لي يطلع ايه لي ينزل سوشيال ميديا ايه لي ينزل حاجات تانية كل حاجات دي يقول لها طبعا عندك شركات مثلا البي ار اللي هي الحاجات بقى ليها علاقة بالبابيك ريليشنز وازاي تعرف تتعامل مع الميديا او مع الجهات المختصة المختلفة لانه مش كل حاجة هينفع تتقال على السوشيال ميديا ومش كل حاجة هينفع تتقال على تلفزيون فيطر البي ار النهاردة ممكن يلعب دور عمل ازاي في عندك شركات اللي انا برضو باهتم بهم جدا جدا وهي الابحاث التسويقية ازاي قدر انا استفيد من الابحاث التسويقية النهاردة والابحاث التسويقية النهاردة في عشرين عشرين هيبقى لها كم سنة بس احنا متأخرين شوية مرضبطة ان في حاجة بيسمها اللي هي الابحاث التسويقية اللي احنا عارفينها الناس بتروح تقعد تتفرج تسيل اسئلة تجاوب او الناس بتكلمها في تليفون وفي عندك الجزء الاكبر دلوقتي اللي بقى اللي هي حتة الارتفيشل انتاليجنس انك ازاي تقدر تستفيد والشركات معينة بتعرف ان هي تاخد مجرمينس وابحاث معينة من الديجتال كميونيتي فيسبوك انستجرام يوتيوب واتفر لينكتين بيعرف يخش على حاجات دي وياخد حاجة بيسموها يعني يارف يبدأ يصطلقت يشوف الناس دي بتحب ايه ما بتحبش ايه بتقول ع المنتج بتاعي ايه بتقول ع الكمبيتتز ايه طب يا ترى الافرة انا ازلتو تكلموا عليه ازاي تفاصيل 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 هي العالم جل دولات يعلمون بي حولين الديتا ومدير التسويق او ادارة التسويق الشطرة اللي كنت بتكلم عليها هي اللي بتقدر تاخد الكلام ده وتفعله بقى وتتعلم منه وتنزله تاني الناس في صورة تانية مبسطة فده كله حاجات لها علاقة بال البراند بيلدين فلازم ابقى انا النهاردة داخل فاهم انا مرتبط بايه وعايز اعمل ايه ومين يمكن يساعد عشان فيه ناس كتير بتلخبط يقولك براندين يبقى اعلان والاعلان يعني لوجو واللوجو يعني مش عارف افنته فده برضو حاجات بقى على ارض الواقع زي ما انتم بتشوفوا حاجات في الصيف بتتعمل بتتوزع سيبك من الناس اللي هي بتوع ترمي عليك حاجات في الشارع جامعة دول العربية كده لحد ما يعايز يخزاءك كده وانت معادي بعيدا عن الناس دي عشان انا بصراحة لما بشوفهم بعيد بحاول اقفل كل حاجة في العربية وشغل مساحات يعني مش هدينه فرصة انه يحاول يعني يخاف مني انبقية بعيدا عن الناس دي كلها انما في جزء منه ازاي عارف اخش اتعامل اللتي ساعات بيقولك البرانز في بعض المنتجات معنا هو محتاج لازم بيارفين نوع من التفاعل مع البرانز ازاي اقدر ان اتفاعل مع البيزنس بتاعي عشان احس انه مش مجرد ان انت بتديني سلعة مش مجرد ان انا باشتري منك باكو شبسي مش مجرد ان انا بقف باشتري ازايزة مية ولا باكو البان ولا ورايفر عند الكوشك او السوبر ماركت مش مجرد ان انا باشتري عربية انا لازم عيش لازم احس ان البراند ده هو عبارة عن تجربة فبعد كده لما ابدأ انا يعني افكر بقى في القياس ده طبعا معايير البراند بلدي النهاردة بتختلف وبتختلف يعني زم بيقوله كده الامريكان ما ينفعش هنا النهاردة اللي يمشي على الناس الفلانية في الصنع الفلانية تمشي على هنا ما ينفعش كل صنع ليها زبنها ليها ظروفها ليها الوقت زي الوقت اللي احنا فيه دلوقتي يعني الوقت اللي احنا فيه دلوقتي في المشاكل في العالم مش في مصري يعني في موضوع كورونا وكلام من ده كله فيه طرق معينة وفيه opportunities لو الناس اللي بتفهم تسويت بجد هتفهم ازاي تعرف تستفيد من الوقت ده وده يمكن في موضوع تاني يبقى نتكلم فيه بعدين ولكن هو ده مهم جدا انه كل وقت ولو قدام انا لازم اقدر افكر انا بالنسبالي هقدر اتعاون ازاي واستغل الظروف ازاي وسوق اللي انا بفكر فيه ازاي مش مجرد اصلا مش ما يفعش ان انا بخش ان انا برمي عليك اي حاج يعني ما يفعش يعني انه هرده يعني هو ده اللي عندي وخد البضاعة واشتري يعني حاجات كتير جدا 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 بشكل مختلف ومعلمة القاومات اختلفت مع اختلاف الاجيال مع اختلافات المحافظات مع اختلافات الاعمار يعني الموضوع مش بس اجيل حتى ايه فروق معينة في السن نوعية البرانز النهارونا بتقدر تستفيد حتى لو بتعمل اعلان معين وعاها السيليبرتي الفلاني او راجل المشهور الفلاني يعني كلنا زم كنا بنشوف ساعات وقت كسل الافريقيا لما كل ناس او يمكن وقت كسل العالم كمان بس يعني كل ناس عمالة بتلعب بمحمد صلاح يا طرى محمد صلاح نهاردة عارف يفيد الناس دي ازاي سؤال سؤال يعني عندي اجابات معينة بس مش هقدر اتكلم فيها دلوقتي ولكن في ناس ماستفادتش خالص في ناس استفادت انها خدت لايكات بس ما فرقش في البزنس بتاعها فحتى لو انا النهاردة بحاول اسوأ البزنس بتاعي واستفيد بناس مشهورة يا لازم يؤليها معايير لازم لو انا النهاردة بتعامل مع ناس وعندهم شهرة انا قدر استفيد بيها وكلام من ده كله لازم برضو يؤليها معايير مش موضوع ان انا النهاردة حد يحطيلي صورة ايوة شكرا الفلاني الله على المنتج العلاني اخدت كام لايقات جاب لك كام فلوس يا طرى المبيعات فيه شو بي المني ما بقيتش لحاجات دي موجودة فمعايير التسويق النهاردة والبراند بلدنج لازم لازم هتاخد يعني منعطف جديد ولازم هتبدأ تشتغل بليفل معين بستراتيجي معينة عشان تقدر ان انت في الاخر دور التسويق انه يزاود مبيعات لو التسويق ما بيزاودش مبيعات يبقى احنا عندنا مشكلة طبعا انا برضه فيه فرق لما يكون فيه حد لسه شركات ناشئة لسه ستارتاب لسه بتفكر انها تطلع طبيعية الحال الدعاية والاعلان او البلندنج هيحطها في لفل معين هيحطها في موزيشنينج معين ما اقدرش ان انا انا بقول there is never one size fits all ما اقدرش قارن شركات مطاعم ما ينفعش كل واحد بيبقى له نظام معين يقدر يشتغل به ازاي ويعرف يميز نفسه ازاي ولكن الحقيقة هي في الاخر الموضوع كله بيتفق على حاجات اساسية بالنسبة لانا بشوفها اخطاء كبير الناس بتقع فيها جزء الاولاني انه فيه نوع من الخوف الناس التي بتفكر انا عايز بسرعة اعمل او عايز اعمل حملة عنانية عشان انا عايز اجيب فلوس دلوقتي حالا انا مش قادر استنين بعد بك زلوفي لا تتحمق المشكلة بقى الزبون النهاردة حط نفسك مكان الزبون هو بيشوف كم اعلان في الشاعر يعني انا عايز اقول رأي مسلا في اجزامبل يعني وارجو محدش يزعل مني ولكن انا بحس انه انه انت لو طالع مسلا في القاهرة كبرى عشان ساكن في القاهرة كبرى فلو انت طالع على الطريق الدائري وراح تجمع عدد الاوتدورز اللي انت بتشوفها اللي بتكلمك على شركات والتسوئ العقاري عارف انا يعني والله انا نفسي جدا اعمل كمين بس يبقى يعني كمين للبراندينج اوقف بقى الناس يعني اللي قابل ممكن يشوف رخص بس انا قف انه وراه اقول له بقى لو سمعت يا فنم ممكن تقول لي انت شفت ايه من الناس الوراق دي كلها ممكن تقول لي انت استفدت ايه من كل الاوتدورز الوراق ممكن تقول لي انت شايف انه الريل استيت او الديفلوبر الفلاني بالمنطقة الفلانية دي ممكن تقول لي الناس استفادت انت تلعت بمعلومة عاملة ازاي كم مساحات خضرة وكم نوافير راقصة وكم يعني بط ازرق يعني يعني الدنيا بقى صعبة قوي فهو وده عيب انه البراندينج اصلا مش معمول صح لانه ما فيهوش حدوطة تعرف تتقال مختلفة فبقوا كله طالع عمال بيتكلم شبه بعضه كل المباني شبه بعضها فبالتالي الدعاية الاعلان دي هنا بالنسبالي ممكن تدي نوع من انواع اه والله هشفتها عشان بس لو راجل تلي سيلز يبقى يعني يكلمك تبقى سمعتها وشفت كده تخيلت انه فيه براند الفلاني او الديفلبر او فيه كومباوند الفلاني جديد ولكن هم كنون بقى شبه بعض والاوي الاوي لما بتلاقي فيه ناس كويسة عاملة شغل مميز في شكل الدعاية والاعلان عشان يعرف الناس تفتكروا مالغير كده يبقى انا بعمل دعاية والاعلان ليه فكل دي كلها حاجات صغيرة انا بحس انها بقت بتفرق جدا جدا في طريقة الفكر وبصراحة يعني بستغرب انه فيه ناس من فرق التسويق من وجهة نظر يعني بحيث ان هم مش واخدين بالهم طب هل انت بتتعلم كلنا منغلط على فكرة مفيش حد فيه ما بيغلطش هو انت في التسويق لو ما غلطتش وتعلمت من الخطأ واستفدت وعملت ولافيت العجلة من الاول وجديد طب انت اكشن مش مستغفى التسويق انت الراجل تبقى كده مرزق الراجل المسوق لازم يتعلم ولازم يفهم ان الزمون بيتغير وظروف بيتغير وحالات اقتصادات بيتغير طالما كله بيتغير انا كمان لازم برضو ابقى انا متفاهم وفاهم الزروف دي عم ازاي فلما انا النهاردة باجي افكر ان انا عايز ابني براند وان انا عايز افكر ان انا اطلع حدوطا لبراند في حاجات مختلفة من وجهة نظري انا محتاجة انها تبدأ تباني حاجة الاولانية يا طار انا بتاع ايه يعني انا انا دايما بعض حتى لما ناس بتيجي توقع معايا بقاول سؤال باسألهم انت بتاع ايه دي مهمة اول مقدرش ان انا ابقى بتاع 4-5 حاجات مقدرش ابقى انا النهاردة بعمل انا بتميز ب17 حاجة لا فعش انا لازم ابقى بتاع حاجة معينة ولازم ابقى يعني معروف بحاجة معينة انا معنجيش منع ابيه حاجات اخرى طبعهم مكدونلز بيبيع حاجات اخرى وبيبيع في الوقفش بس هو معروف من زمانته وعمره بالبيتماك هو ده اللي بنى البرند واللي بنى البرند من اول خالص لو نرجع للمكدونلز وازق اكشن هي عيادات الميلاد والهابي ميل يعني هو دي بقى دخل دخلة الاطفال واللي عايز يخش بقى الكيستادي لان المكدونلز اسطورة والقصة بتاعت الجوني بتاعته جميلة جدا جدا ونتعلم منها كتير فانا لازم ابقى انا فاهم انا بتاع ايه مايفاعش انا بتاع كله فانتو ماس في الزمن ده مش هعيش انا لازم ابقى عارف انا بتاع ايه دي نمرة واحد نمرة اتنين انا عايز اقول ايه للناس يعني انا النهاردة عايز الناس تفتكني بيه لو انا النهاردة بفكر في منتج معين او خدمة معينة انا عايز الناس دي تفكر وتقول او الله يا رماعة انا بصراحة وانت قاعد كده او عايز الناس وهاي قاعدة فقاعدة كده في بيت ولا على القهوة ولا على البحر ولا في الشارع يتكلون مع بعض والله انا المنتج الفلاني او السورس الفلاني هدي العجباني لازم يبقى لك حاجة معينة ان الناس دا ويقولوا ايه يعني الناس بتتكنز عليك فيه لازم الناس تبقى فاهم ان انت بتاع حاجة معينة فكل الحاجات دي اساسيات معينة واني يقوم تبقى براند لان انا بشوف براند كتير بتطلع كده وبعتقون نازلة واخدى ضيف سامر سولت بقى يعني اللقاء ليه علشان بتلاقي ان دايما في حاجة همزة واصل معينة واقعة في طريقة الفكر بتاحهم في التسويق وتربيت ما هو البراند هو مجموعة ايموشيس خلي بالكو من وجهة نازل انا وخبرتي المتواضعة علم البراندنج النهاردة هو بيحاول يربط ما بين انت بتقدم ايه وما بين يحاول يعشق الاثنين دون مع بعض يعمل خليط حس انه فيه الفة ما بينهم ده علم البراندنج هو ده علم البراندنج وعلم التسويق ان جنرال ان ازاي يعرف يولد الالفة دي مع بعض دين هم اول الزبون عايز ايه وبيفكر ازاي مش ان انا عم رامل حاجة فوشه لا الزبون عايز ايه وانا بقدم ايه وبعدين نوفق دون ايه مع بعض هو ده الدور الرئيسي بتاع علشان كده الناس بتعمل دعاية واعلانة عشان تعرف تستفيد او لو براند كبير وعظيم بيعرف ان هو يدخل معاه اا يعني بيدخل معاه او ناس مشهورة معينة في الاعداية والاعلان بتاعتهم مسلا انا بدي عشان يعرف يقرب للناس اكتر يقرب المسافات ومن البراندز اللي انا بحبها وانا اتعلمت منها كتير انا اشتغلت عليها كتير انا شخصيا يعني كان بيبسي يعني بيبسي وكوكا اللي اتنين مدارس عظيمة ولكن بيبسي كان عندها فترة كبيرة بالذات في قوائل الالفنات يعني طول عمرها بس هي بالذات يعني كان فيه فترة تكدس كده انه في حتة الاعتماد بازاي تعرف تستخدم ناس مشهورة في البيزنس وفي البراندينج وموضوع مش بس على الكانز وفي الدعاء والعلان وزاي تعرف يعني قصص كبيرة جميلة وهو دي البراندز لما بتقدر تكبر بتعرف تتوحش وبتعرف تستفيد وتقوم هي بتعرف تقسم الكوس ما بينها لما تندي مع الرجل فلاني او العلاني وده طبعا موضوع اكبر انا برضو مش عايز اعقد الامور لانه فيه كم بيبسي في مصة وفيه كم بيبسي في العالم وفيه كم كوكا في العالم كده يعني ولكن انا بس بحاول اقول انه في الاخر دور التسويق الحقيقي هو ان هو يعرف يقرب المسافات انا عندي منتج وانا عارف الناس محتاجة ايه ففيه جاب فيه جاب معينة انا خلاص عرفتها انا عايزة لم الموضوع دور في بعض فده دور الحتة الرئيسية اللي انا حاسس انه دور الكمنيكيشن يقدر يساعد ازاي فواذر النهاردة فيه ناس عايزة تشتغل في المجال او واذر ان فيه ناس يعني مبسوطة حتى لو في المجال دلوقتي بس بتفكر اتغير في حاجات تانية او فيه ناس عندها بزنس عايزة تبدأه او فيه ناس عايزة تبدأ تتعلمه الموضوع جميل انا بتسئل السؤال ده كتير قوي في حتة انه يا ترى البراند بيلدينج والبزنس الجنرال ايه اللي انا قدر عمله يعني هاو كن اي ستارت لو انا عايزة ابدأ في العلم ده او في حاجة فولانية انا طبعا فيه خطوات معانا انا بحب ان انا اقولها انه لازم الاول ابتعرف على الشعبة دي يعني هو خلي بالك شعبة التسويق طبعا هي مقامات لان الطب دي انا كل عيلة بدران طب يعني فالطب ده طبعا مقام يعني اعلى ولكن هي هي التسويق برضو بدرجاته هي شعب زي ما كنت بقول من اول دعياء و اعلان ديجيتل بي ار افنس ابحاس يعني حاجات كتير قوي قوي فريق تسويق نفسه فلازم انا الاول اشوف انا برضو محب ايه يعني حتى لو تسألوا اي ناس من اصحابكو في الهندسة ولا ولا في الطب ما هم عندهم برضو تخصصات فهو كل واحد من دول بيناقي التخصص ازاي اكيد بيذاكر حاجة معينة بيقرأ بيشوف عنده حد في اهله عنده فعلته يعني فعلته عنده ناس اصحاب بيعرف يتكلم عم ياخد رأيهم ايه رأيكم يا جماعة في حاجة الفولانية يعني بيعرف يستفيديو يناقي انا اخش في انهي مجال وفي انهي صنع عشان برضو يعني اللي عايز يبدأ او يقرأ في المجال لازم يبدأ يثقف نفسه ويبقى فاهم انه مجال التسويل ده ممكن يخش في حتة طيب يعني قبل ما اخش في حتة الاخد اسئلة انا في شك اسئلة كانت عندي ناس بعتعالي زريفة الحقيقة فيمكن لعله عسى برضو تقدر ان هي تجاوب على بعض الاسئلة لو حد عنده اسئلة معينة السؤال الاولاني شان برضو ناخد بالي من الوقت شان قدامي 35 دقيقة السؤال الاولاني كان من اندرو كان بيقول البراند بوزيشنينج في الستارتابس عامل ازاي طيب البراند بوزيشنينج النهاردة هو يعني ايه براند بوزيشنينج قصلا البراند بوزيشنينج ده يعني توظيف يعني وفي الاخر انت لما بتشوف منتجات او سلعة معينة زي البنزينات ممكن لهم نفس سعر البنزين واحد مواحد ولكن في بنزينة عن بنزين انت بتحبها يعني بعيدة ان هو البنزين كل شبع بعضه بس لو انت بيبقى لك كده شوية بتاع بتبقى لذيذة بخش البنزينة مبسوط منها بعرف انه ايه الموضوع بس دي بنزينة يعني هو في الاخر ماشي على قد انما لما تبدأ تخش بقى في مراحل تانية زي اللبان زي البطاطس زي الحاجات السععة يعني كلما الاسعار بتاعت المنتجات بتبقى واحدة كلما البراندينج هنا بيبقى دوره اساسي عشان يقدر يساعد للحدوتة اللي هتتقال لان البراندينج وعلم البراندينج انا كنت دايما بقول انه هو علم صناعة الحدوتة فالبوزيشنينج بتاعي الرئيسي اللي نقدر انا اشتغل بيه واستفيد بيه هو مرتبط كله في حتة البراندينج اعرف اوظف نفسي ازاي فالبراند بوزيشنينج هنا في الستارتابس هو المشكلة يا اندرو ما بتبقاش في حتة البراندينج فهمان اوي في الحتة اللي انا فيها والنقمة العيش اللي انا بعملها مميزة فانا عندي وزيشنينج وتوظيف معين انا عايز اقوله بس هي مشكلة ان انا لو معيش الفلوس عشان اعرف اصرف ان انا اقول والله يا جماعة انا عندي نقمة عيش مميزة ليه انا عندي نقمة عيش مميزة ده لازم يتقل الناس مثلا لو انا عادت اقول لنفسي انا احسن واحد طبعا معلم مبروك بتاعي النهاردة مرتبط جدا جدا ببادجت لان انا لازم ابقى فاهم الناس فين وانا ابقى فين خلي بالك هيا دي النقطة كلها الناس بتوعي هم مين انا ممكن ابقى فاني حتة معينة اعرف اختلف ازاي وبعد ابدأ اتواصل مع الناس عليها فالبوزيشنينج في الستارتابس هي صعبة مش سهلة ومرتبطة ومحتاجة صبر لان لو ما عاكش الفلوس يبقى لازم يبقى عندك الصبر كده كده لازم عندك الصبر بس لو ما فيش فلوس يبقى عندك صبر سؤال التاني احمد بركة كان بيقولي بيكلم على فكرة التخطيط التسويقي والناس كان بيقولي ياريت تتكلم على الناس اللي هم مسكين ادارات تسويق او مشاريع او حابب ان هو يخش حتى يتعلم او هو حاليا بيدرس في الجامعة وعايز يبدأ يخش ان هو مرتبط بالتطلق وانا دي انا يعني مقتنع بيها تمام احنا البزنس بتاعنا احنا في التسويق هنا كله عبارة عن ده احنا مش خط انتاج ولا احنا شبكة توزيع ولا احنا ايه حالي خالص ولا احنا مواد خام احنا كله هنا التسويق هو عبارة عن مخ والمخ النهاردة مرتبط بالتطلع ان انت يبقى عندك نوع من التطلع والرؤية وتبقى بتنجيج وتشايف وبتشوف واللي عنده امكانية ان هو يعرف يسافر اللي ما عندهوش امكانية يسافر عنده موجود اليوتيوب عنده ما امكانية ممكن يقرأ كتب يعرف يخش على الحاجات بحيس ان يقدر يفهم ويبقى عنده التطلع لانه انت لما يبقى عندك تطلع وبيعندك رؤية بيبقى عندك خبرة اكتر هي بالزبط عامل زي بالزبط لو انت عندك خبرة حياة يعني انا بقى على فكرة التسويق ما يختلفش كتير عن حياة لانه هو كله عبارة عن لوجيك و كومن سنس كل اللي نهاردة عندك كومن سنس و لوجيك في طريقة فكرك انت هتبقى راجل ناجح هي نفس القصة بالزبط لو انت معندكش خبرة حياة مش هتعرف تتعامل مع اهلك لو في مشكلة تخنحهم بحاجة مش هتعرف تخشش على مراتك فنك خنحها بحاجة ولو ان دي يعني بتبقى صعبة عادة بس ماشي او مش هتعرف تتكلم مع ولادك اطفال بقى صغرين يعني انا بقول يمكن اصعب حاجة انا بحس ان انا يعني بطلع كل كروت التسويق لما بحاول اتكلم مع عيالي اخنحهم بطلع بقى اشتغل على قد عقلهم فبحاول اتكلم بلغيتهم هم ده على فكرة جزء منه تسويق جزء مبيعات عشان بعرف اتكلم ولغة ولكن هو جزء برضو تسويق ازوان فمهمة اوي هنا للماركتير وصاحب البزنس او صاحب الرؤية او اللي عايز يخش في هذا المجال يبع عنده اطلاع تقرأ كتب تتفرج على فيديو تاخد كورسات عندي نقطة على كورسات هتكلم فيها بعدين بس ايه خلينا ناخدها سؤال 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 اللي بعده من احمد زايد بيكلم على لو انا ستارتاب اركز على البروفيت ولا ركز على الستابيليتي لا هو الحقيقة انت مش يعني لو انت لسه بتبدأ وهتركز على الارباح يبقى منهزر مفيش حد يبيع من الارباح انت حتى لو بتعمل مطعم الريتون الفسم بتاعه النهاردة مش يقل من سنتين ونص ثلاثة النهاردة الا لو بتعمل عربية كيب ده ده بقى رزعك على الله انما لو في حاجة تانية فيها صار في الطريق المعينة هي اعتقده اخد وقت لو بتعمل موباي أبليكيشن وفي سوربس وفي لونجيستيكس اخد وقت فالحقيقة ما فيش حاجة هتديك الارباح على طول انت ما ينفعش تعتمد على الارباح بس انت لو بدأت الشركة وانت ما عندكش فلوس تعرف تعيشك لفترة زمنية معينة على حسب حجم البيزنس بتاعك يبقى انت عندك حاجة غلط اصلا في الخطة بتاعتك بتاعت البيزنس بلان اللي هي دراستك جدوى نفسها السؤال الرابع من صلاح الحضري بيقول لي هل الافكار المبسطة والخطة التسويقية البسيطة تنجح اه تنجح احنا فيه ناس كتير بتبقى طبعا عيشة نفسها تكالكا على الامور وانا بشوف ان الكالكاعة دي مش مفيدة لان الكالكاعة دي النهاردة يعني اكشل هي ممكن يبقى لها ضرع اكتر من الافادة لانه الزبون النهاردة كمان بيشوف حاجات كتير الابسط هو لا يخش القلب اكتر فالافكار التسويقية البسيطة وانا ما قدر شدي افكار دلوقتي لانا ما عنديش منتج اتكلم عليه ولكن الافكار البساطة هي العنوان الاساسي للنجاح الناس اللي بتكالكع وتعمل اعلان مليان تلاتين الف رسالة وعايز اقول ربعمائة الف حاجة في نفس الحاجة باستحالة فهتلاقي الناس كلها تاهت والراجل ده بيقول ايه وبيعمل ايه فانا معك جدا جدا صلاح الافكار الرئيسية والبسيطة هي الانجح وخصوصا في الوقت الحاجة السؤال الخامس لطارق اسماعيل كان بيتكلم على حتة وهل كل المنتجات ساعات لايه منتجات طلعة وبعين فجأة تقعد تنزل ده طبعا اولا هو ده الطبيعي انه مفيش براند في الدنيا ما عندوش سبحان الله هي كل حاجة كده طلعه ناس البراند الشطرة اللي هي بتعرف تطلع او بيبقى عندها نوع من انواع التطور او الانوفيشن والكرييتف ايدياس الجديدة اللي تعرف ان هي تعمل تستين وتبالنس شوية في السوق لو انا النهاردة بناس تتزق مني لازم عندي جديد فخلي بالك عشكده بتلاقي ناس كتير اوي 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 النهاردة انجح من انجح الناس طبعا فيه ناس نجحة فعلا بالذات البيزنس انا بس بحكي لك انما عادة الناس ما بتحرقش كله كروتها مرة احدى مايفعش انها النهاردة راجل او مطلع انا او مرة طالع خد بقى كل اللي انا عايزة حاول اقوله انا حرقت نفسي لقدامس حالي وبدليل ان ابل النهاردة لما عمل ايفون وان زمان خالص انا متأكد متأكد ان هو كان عنده ايفون 2 و 3 في الدرج لانه ماحدش هيطلع كل الابتشن كلها مرة واحدة يبقى هو اكشي كده بيحلق نفسه بدري بدري تسويقيا وقدام المنفسين بتوعه كل حاجة منه سؤال السادس من محمد عمر في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي حتى اوقات زي الكورونا اللي احنا فيها دي حاليا البرانز النهاردة هي اللي بتفرق بقى لانه خلي بالكو يعني لما يكون براند مبني على سعر ده ما يبقى ايش براند ده بالنسبالي بقى منتج بقى سلعة يعني بص هو ده بكام اه عرض اسعار بقى كده نشوف ده بكام وده بكام بس واضح انه من كتر ما البراند ده بالنسبالي انا قلي عملت ما عندوش حاجة يعيني يعرف يتباهى بيه غير انه هو عايز يقول انا ارخص في السعر لا لا منفعش اذا كنت انت عايز تبقى براند وده اللي بيخلي الناس بتعرف تكيش من براند انت في مرحلة اولانية انت لسه بادئ فيها بعد ما تبدأ المرحلة دي وتبدأ تخش اللي بعدها انت ممكن تكيش فلوس على ان انت بقى ايه براند عشان كده ما نشوف البراند الكبار والسيجنيتشر براند اللي فوق دي كلها نكحة على هذا الكلام علشان ليه هقيمة فلو انا هبني مجرد على حتة السعر انا مش هنجح فالبراندينج والبراندز القيمة في الظروف اللي احنا فيها دي وفي الظروف اي انهيار اقتصادي او اي مشاكل احنا فيها دي اللي انت مطمنه وحاسس انه براند بيتكلم معي وحاسس بي حاسس انه اعلاناته لايق علي حاسس انه بتاعه مرتبطة حاسس ان انا السوشيال ميديا بتاعته معتدل يعني قريبين من بعض يبقى سعيدة على البراند ده ليا فالبراندز النهارده تفرق اللي كان باني نفسه على سعر اعتقد اكتر الناس هاتب اللي خسرونه في زور مزايدية سؤال بعد كده بواحد اسمه هاني موافي بيسألني على حتة خطة تسويقية للفود بيزنس الفود بيزنس وفي اكل المطاعم دلوقتي بقت من اصعب القطاعات على فكرة ان الواحد يقدر يبدأ يشتغل في الفود بيزنس لأسباب كتير يعني الاسباب الاولانية انه موجود كتير حتى لو انا عندي حاجة مميزة ولكن انت عباد من الناس تعرف انك عندك حاجة مميزة يعني بيبقى برضو محتاجة شوية وقت او اكشلي شويتين وقت فانت عشان تعرف تبني هذا البيزنس ويبقى مرتبط بقى بحاجات مختلفة بقى مرتبط بانتشار يعني احنا طبعا مشكلتنا عادة عادة المشكلة واكتر عقبة في حجم الناس اللي بتعمل اي فود بيزنس هي هي دي الكارثة اللي بتموت اي بيزنس لو ما عندوش التالنت والنوهاو والقدرة التحمل وقدرة التعامل مع الموظفين والعمال والناس اللي بيشتغلوا في المطبخ يعني لان برضو في الناس دي برضو شعبة صعبة انك تتعامل معها بتبقى صعبة جدا 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 فلو انت ما عندكش انا رأيي ان انت لما تعمل بيزنس حتى لو صغير بسط الامور يعني ما تقعدش تبني وتدي وانت بيبيع اربعين حاجة ان شاء الله تبيع اربع حاجات بس صح بطريقة واجبر بيها الانتشار هو احسن حاجة اللي هيبدأ ايام لتونه بس تنتشر وانت بيبيع اربعين حاجة صعبة انه ما تنتشر وانت بيبيع خمس حاجات يعني مكدونالز بجلال تقدره كفاست فود الراجل ده بيبيع ست سبعة سبعة تمن ساندويتشات هو قادر ان يعمل مياه على فكرة عادي بس هو بيعمل لك ستة سبعة عشان هو عايز يكبر عند رؤية انه التعدد المحلات والمطاعم هو ده اللي بيعمله اكسبونانشل جروف في حتة السيز سؤال التامن بتاع عمر صلاح ايه ايه بس يعني اجن هي البراندنج زي ما كنت برشحت في الاول هو مجرد انه هو بيساعد انه بيزا بيقولو ايه بيزبط التوقعات عرف انت هالت الزبط لما بكون مثلا انا اليوم بسيط جدا جدا انا النهاردة لو واحد عايز اروح حط الفلوسي ببنك بنك لو انا دخلت على البنك ولقيت الناس كلها في البنوك لابسة شرطات وجلز مقطع وتشيرتات كده وعايشين حياة كده يعني في احتمال كدير ان انا مش حسب ان انا احط الفلوس ده في البنوك ليه عشان كده الناس دي بتلبس بدل في الشغل انا الحمد لله ما بلبس بدل كتير الا في الناسبات معينة ولكن هو البدء الاساسي في شغل انا زي دي لانا لو دخلت على البنك وحسيت ان هما العيل دي بتلعب مش احط الفلوسي معا هي نفس القصة بالزبط البراندين النهاردة بيحاول ان هو يقرب المسافات ويبني توقعات ما بينك وما بين زبونك so the better brand store you have reflected على الشكل بتاعك هتلاقي نفسك ان انت البراند بتاعك بينجح لانه الناس حاسة that I belong to this brand this brand talks to me طيب سؤال التاسع وهبدأ ااخد شوات اسئلة ان شاء الله لسه قدامنا شوات وقت علي نور بيسأل على top three priorities اكتر تلات حاجات مهمة للستارتابس انا شايف ان هما فيه تلات حاجات اساسية لاي حد بيفكر ان هو يبدأ البزنس تاعه من جديد اول حاجة ان هو لازم يفاليديد البزنس ايديا يعني مايفكرش انه النهاردة عشان طاقت في دماغي حاجة معينة ان انا عايز اعملها معناه انها تنجح انا مش عايز اقتل الكرياتيبيتي والافكار خالص اطلع مئة فكرة بس ممكن اتنين منهم ينجحوا واحدة منهم تطير مش عيدة بس قبل ما تفكر انك تخط فلوس وتفكر انك تدخل معك ناس لازم الاول تبقى انت منطمئن انه شايف انه الفكرة دي لها رول في المجتمع وبالتالي مش مجرد رؤيتك انت بس لا هي رؤية الناس التانية ايه ففيه بعض الشركات وبعض الناس اللي بيقدروا لو انا عبدأ احط اساسمارات كل الفلوس اللي معايا الافات مئات الالاف ملايين كل واحد على حسب حجم البزنس بتاعه بيلجأ انه هو بيعمل ابحاث يشوف يا ترى يا جماعة انتو شايفين حاجة الفلانية هل انتو شايفين انتو محتاجين المشابك اللي بالكهرباء شان انت لما تيجي تعلق مثلا واخبالك البوكسر بتاعك على الحبل الغسيل بالكهرباء كده عمله بالبلوتوث هل ده مهم فوالله انا هعمل عشان اكونترول المشبك اللي بالكهرباء طيب حبيبي دي عائلة ليك انتا بس بالنسبة للناس التانية هي ما عندهش وقت قصا انها لما عايزة تقعد تلعب بالمشابك بالكهرباء فلازمي بعندي فاليديشن تو دي بزنس ايديا ساعات القلب احنا كلنا واقعنا في الخطأ ده على فكرة مين ما واقعش فدايمن ساعات بنضعف الله لا ده هي دي وانا شايفة وحاسس وبتاعه مطمئن الاحساس والطمئنينة وصلاة الاستخارة مهمة جدا جدا ولكن في جزء منه ساينتيفك ان انا اقدر ان انا ابقى بحكمها بالعقل لازم ابقى انا اوثق ان الفكرة فالنصيحة الاولى النصيحة التانية انك تبقى وانت بتعمل الدراسة الجدوى اعمل حسابك واسأل الناس الصح انت مفروض تصرف ايه ما تقعدش انت مسلا بتروح تسأل عصمان والله عصمان ايه رايك ان انا بفكر ان انا اعمل حاجات في شبكة التوزيع بتاعتي فانا تفكر انا احتاج خمس عربية ولا عشر انا راجل بتاع براندين ودعاية واعلان وتسويق انا معرفش الناس في اللوجيستيكس والسابلاي تين دول دول لهم ناسهم لازم تتكلم مع ناس زي دي تاخد منهم معلومة عشان وانت بتبني البيزلس تلان تبقى عارف انت محتاج كم عربية تبقى عارف انت محتاج كم شخص بس لو سألت الناس الغلط او تيجي تقول ما هو عصمان اشتغلت معاه مش معنى متشتغلتش مع انا دي من اكبر حاجات اللي بتضيع الناس وبترمين ورا الشمس انه بيفتكر انه دي اشتغلت مع ده يبقى what works for him works for me ده اكبر غلط اخر مصيحة في الحتة دي for startups الالتزام بالconsistency اكبر غلط انا بشوفها عموما مش بس في startups انهو بيعمل حاجة وبيلونش يقول الحمد لله احنا ايه توكرنا على الله سيليا نورماندي على بركة الله حبيبي نورماندي نزلت مين بقى هيكمل بقى المسيرة يعني مين بقى هيعرف انه نورماندي وقصت لفين وبتعمل ايه وهل انت لوحدك بانت فيه ناس تانية حواليك طبعا بتتكلم فيبقى انا ما بقيتش لوحتي يبقى انا لازم افكر دايما ان انا لو هعمل بزنس لازم ابقى عامل حسابي وانا بعمل دراست الجدوة ان ما اعتمدش مجرد ان انا بقى معايا وعمله او معايا حاملة على ناس صغيرة وعملها وفي الاخر معيش فلوس وشطبته مستني بقى الارزاق على الله ده كلام مش علمي ممكن ان الرزاق يجي وتبقى اكبر واحد فينا بس ولكن ده كلام مش علمي انا مقدرش ان انا افتي فيه سؤال العاشر عمر احمد بيقول هل هو ده الوقت الصح ان انا اقدر استثمر فيه فلوس اعتقد بيتكلم طبعا في حيطة التسويق وكده اه ولكن احنا في الظروف اللي احنا فيها دي دلوقتي حاليا يعني بدي اجزامبل على وقت الكورونا ده الوقت اللي الناس تحضر فيه ورقها باذن اللي احنا هنعدي من موضوع الكورونا ربنا يسطر هيطول معنا قد ايه ولكن احنا هنعدي منه يعني ان شاء الله هو يبقى قريب اتمنى فالشاطر اللي هيقدر يبقى جاهز انه يجاهز ورقه ويزبط نفسه قبل ما يخش للمجه هتقلب باذن الله فلاسكن مستعد فانك تستثمر النهاردة لست تفكر انا عايز اعمل ايه وقول ايه لان كل الناس وهيحصل هوجة باذن الله مريعات والناس هتبقى من الخنقه نازلة بتشتري اي حاجة ده ده على فكرة يعني كلنا مخنوقين وعادين في البيت والعلم مش قادرة وحنا رجالة مش قادرين ومرطاتنا مش قادرة ومع ذلك كله هيبقى عايز يطلع ويفام اللي هيقدر يبقى معه وعلى فكرة كواحد على قده اللي هيشتري كابل شاحن جديد باكس ولا اللي هيشتري عربية ولا هيشتري ايباد كل واحد على قده ظروف الاقتصادية ولكن كله هيشتري اول مش عايز يشتري ايه روح ياكل يبقى كله مستعد سؤال مرة احداشر سؤال اه هايل من دكتور حسام ديب اه رجل يعني من الدكاترة العظماء كان بيقول يا ترى البراننج للطب اه مجاله عمل ازاي ده سؤال حساس جدا لان انا كمان عائلة بدران كلها طب يعني ولكن انا بحس ان الطب هي اه طبعا يعني زيان بيقولوا كده ايه عمل انساني قبل ما بيكون هو واحنا تعلمنا كده لما شفنا كده لان انا يعني كنت من المحظوظين انه رجل العيلة عندنا الاول اه الدكتور ريون بدران كان زمان وزير الصحة ويعني كان راجل يعني الناس اللي تعاملت معاه عارفة ان راجل فعلا محترم وطبيب الغلابة وكان بيراعي الناس وده مبقاش موجود قوي لان الدنيا اختلفت وما اقدرش اقارن زمان وزمن دلوقتي انا مقتنع ان فيه ناس محتاجة تسوق نفسها بس لها طريقة معينة في التسويق ما يفعش ان انا النهاردة قابقى بسوق نفسي ان انا عمال بعمل وبحط عليها صورتي يعني يعني مع كامل احترامي للجميع انا عارف ان فيه ناس ممكن تزعل مني ولكن انا قابقى بحط الصورة بتاعتي انا كدكتور حاسس انه مش ده المطلوب هل هل عشان الناس لو تشوفني في حيط تيجي تسلم عليا مش حاس ده المطلوب انا المطلوب عندي الاهم اعرف انا اختار حضرتك ليه مش عشان ابقى عارف شكلك ليه يعني هنا طريقة التسويق المفروض تبقى جاية بتتكلم اكتر على الدليل ان انا انا ليه قصق في حضرتك يا دكتور اكتر من انا نهاردة ا بالد Filter ا 작업 اقابة بشوف شكلك عشان اقول واللهııه دكتور آآ الفونات زي ما شفت بردو واحد من الاوتدورز آآ وانا ااتس طبعا بس ابدي فهم ان انا اتعلم بعض انا مش بتكلم على حد يعني خالص آآ ولكن آآ آآ شفت اوتدور الواحد آآ كاتب دكتور نيسا وبيقول نزام جديد للولادة ولا حاجة كده يعني نزام جديد للولادةieux لحد الوقت انا مش قادر افهم الجملة يعني او مفهوم جديد للولاد انا انا اول واهلة عندي شفت قلت يمكن العائلة هينزل باست مدرسة مثلا يعني في حاجة مختلفة ان الراجل ده هيقولها اقدر ان انا يعني اقول والله لا بصي احنا لما هنقول انا نقول ان راجل ده لانه في است مدرسة مدفوع يعني ففي حاجة غلط هم مش اي صورة ومش اي حاجة تتقال لازم ابقى فاهم فالطب مهنة وخاصة ومحتاج ان انا ابقى بكلم اكتر على الدليل ليه اناقي هذا الدكتور اناقي حضرتك اكتر من انا الشهرة يعني سؤال التلتاشر عشان فاضلي سؤالين وابدأ اخد اسئلة يعني من الناس راشا كان بتقول حتة هل انا ممكن ابدأ اغير الكارير شفت بتاعي وانا عندي تلاتين سنة اه ممكن عادي خالص على فكرة مش عيب ان الواحد اولا تلاتين احنا صغارين في السن يعني فهو المهم بس انه تبق انت واثقة لو انت عايزة تغاري الكارير يعني اذا كان امكانيات المادية تسمح ان انا ممكن اغير كارير وابق لان انت طبعا لو انت عندك تلاتين سنة وتصالي في حتة الفلانية يبقى واضح ان انا بقات عندي خبرات معينة بقى باخد بقض عليها فلوس فلو ده موجود يبقى انا محتاج ان انا اقدر ان انا استفيد بقى من القصة دي ان انا اقدر احس انه طيب يعني ازا كنت انا ممكن تنطلق فيها انما انتكملي في نفس المجال عشان انا خلال كبرتي فيه مش من يعني عندنا فرصة في الجيل بتاعنا احنا ده احنا احنا ممكن نغير عادي بس از لونج از انها تبقى خطوة مدروسة السؤال الاخير وابدأ باخد اسئلة اهم من لمية بتتكلم على بتسألي على يا ترى هي واحدة مصورة. وعايزة خطط للتسويق بتاعتها يعني. طبعا انا مقدرش بدي خطط تسويق للفوتوجر في الوقتي. ولكن الفوتوجر في دي بزات كسلعة مختلفة شوية. والموضوع السوشي ميديا لوحده. يعني انا شايف انه مرتبطة جامد اوي بحتة لها علاقة بالبي ار. اقدر ازاي ان انا اسوق نفسي سوشي ميديا جزء منها. انا لازم اشوف صور بزات على الانستجرام. لو انا مصور يبقى باب اولى اكون على الانستجرام وباباها. بس الاهم من ده كله مش ان انا احط صورة. لانما كلنا ممكن تشوف صورة حلوة. هي المهم انا بكتب ايه تحت الصورة. دي يمكن تبقى مهم اوي. انا ببصت لما بلاقي الناس واعظم الناس اللي على الانستجرام بالزات الناس اللي برا مصر. اللي دايما بيحطوا صورة وبيعبر بيبقى حاسس انه لكل صورة لها حدودة. فانا انصح ان انت النهاردة عشان احس ان انت مصورة كويسة الموضوع مش عدسة. حضرتك اللانتي اللانس انا مش بقل من التكنيكاليتي بالعكس. انا الشريكي شخصيا مصور مصور رائع. ولكن اه 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 حتة ال 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 انا مش العدسة وانا الكاميرا ولا انا الفيلتر ولا انا ال 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 خالص. انا لازم احس انه اه الصورة دي لاي حدوتة معينة انا حسيت بيها. زي الناس اللي بترسل. حضرتك بتصوري. فابتخدي كادر معين اعيش بي. ده بالنسباني انا شايف ان ده ممكن يبقى. ملعب انك تبدأ منه انك يبقى الصورة بتاعتك يبقى كل صورة لاي حدوتة. واخيرا طبعا انت محتاج ان انت تبدأي تخشي على شركات ودعاية معينة شركات دعاية واعلانة سواء ايه نفسك بيها تتقاملي معاهم يا جماعة انا بعمل حاجة فلانية نعمل بزنس ديل مع بعض واختبالك ان هما يجبوا لك كلاينس وتشتغلوا سواء وتعملوا بزنس اجريمنت وكلاما ده كله فده ممكن يشتغل يعني طيب انا فاضل لي اتناشر دية فيعني انا ممكن اخد شوية اسئلة اه اشوف بقى كده على قد ما اقدر الاسئلة دي هتبقى عاملة ازاي ثانية واحدة نشوف بقى ناس بتفكر في ايه طيب انا بحاول اقلب انا طبعا الحياة بعلي فترة بتكلم فالكيمية اسئلة يعني يعني مش عارف ثانية واحدة طيب ادهم بيقول لو انت نهاردة البزنس بتاعك شغال في البزنس وبزنس وتتعمل مع شركات انت ستيل برضو حتة البراندينج محتاجة انها يعني زي بيقوله ايه توضب لك البدلة اللي انت تعرف تخش بها على الشركات وهتبقى محتاجة بانت عندك حد في البزنس او السيلس جامد بحيس ان هو رايح بيقدم نفسه بيقدم الشركة بيقدم الخدمات تحس انه الراجل ده يعني ملو هدوم فمصدي فدي مهمة قوي قوي ان انت حتى لو انت عندك شركة في مجال بتشتعف حاجة زي كده يعني لها دور مهمة برضو في الدخلة بتاعتك يعني مين تاني ايه تاني يا ربي طيب فاطمة كبتسأل براندينج معرفش تقصودي ايه يعني فاطمة اوي يعني هل انت تقصودي ان انت عايزة براندينج لكورسات معين انا عايز اقول حاجة رأيي وده جانرل بس انا عارف ان في ناس انا بتسئل كتير اوي على يطارة ناخد كورساتي اونلاين انا عايز اقول حاجة وقلتها بالكده ان التسويق ده عبارة عن ممارسة وانك تبي ايه يعني احسن لك انك تبي اعمالها بتشتغلي سواء كان بتعملي تدريبات او بتشتغل في حتة في شركات عندها معينة تعرف تستفيد وتتعلم منها مهمة اوي هامة من الكورسات يعني فيه كورسات كتير في مصر ما اقدرش اعمل ما اقول كله بس انا ممكن اقول اغلبية الكورسات في مصر مش updated فبالتالي انت بتاخد علم يعني جار عليه الزمن شوية فلازم تبقى انت قبل ما تاخده الكورس تبقى عارف يطار الكورس ده هيفيدني ازاي وبايه ويطار هو التحديث بتاعه لحد امتى وبرضه عشان بالزاد في حتة التسويق الممارسة مهمة فما نعدش نعد نفكر في حاجات يعني اهتم بالكورسات اكتر من الشغل ده اكشلي مش مزبوط طيب نيهال طيب السوشال ميديا اجنسيز ان جانرال لها دور مهم جدا جدا الشركات الكبيرة انا بقول تاني الشركات الكبيرة اللي عندها احتياج ان يبقى فيه حد جوه يتعين جواهم ان هما يعملوا السوشال ميديا بتاعيتهم دي بقت مهمة لان السوشال ميديا على فكرة مضوع مش لايطات وبوستات وبتاع وكلام ان ده كله هو السوشال ميديا نهاردة بقت تعتبر هو بقت تقريبا يا لسه بس هي ابترض تخش كأنه زي التلفزيون الجديد بتاع الناس فلو انا نهاردة السوشال ميديا بتاعتي مجرد على صور وكل ساون طيب مع شوات كابشن اتصل الان مش هيجيب نتيجة فانا لازم اركز برضو ان الصور والبوست تاعتي على السوشال ميديا لازم يبقى لها حدوطة برضو حيث انها ممكن تفيد فسانتايمز ان دي بقى عندك حد متعين جوا في الشركة ممكن بس لازم يبقى فيه حد من برا عندك يقدر يبني الكرياتيبيتي بتاعتي طيب هيل خالد محمد بيسأل البراندينج بتاع الاشخاص بيختلف حسب المهنة وهل ليه خطوات ده سؤال هيل هيل وصعب ان انا اعرف اجاوبه دلوقتي انه خلاص بس البراندينج ده بقى مهم جدا جدا واعتقد البراندينج انت شفت ناس يعني عظماء زي اوباما بعيدا عن اي ناحية سياسية ولكن الراجل ده اسطورة وكان عنده البراندينج كونسالتنت وناس بتعرف تعملو ميديا ترينيج مش مجرب بس الحكومة اللي بتعملو يعني فالناس دي في حتة تاني خالص يقول ايه ويكلم ازاي ويقف ايه ويحضر في اني حاجات واني حاجات لا كل حركة وخطوة من الناس دي لان هو كمان ممكن يفيد المجتمع ويفيد نفسه يعني طيب عمر جمال بيسأل بص هو كمبيوتر ساينس يعني انا دايما بقول part of البراندينج والماركتينج في جزء منه كتير مرتبط بتكنوليشي فواذر ايه بيك داتا لو انت عايش تخش في حيط اللي هي علاقة بالبيك داتا والريسرش او ممكن تخش في شركات الاي تي اللي بتاعرف تدي طيب اه ايه اكبر اه عبدالله السايد ايه اكبر خطر بيواجه في مص وازاي تخطط للتفادي مخاطر دي اعتقد المشكلة الاكبر يا عبدالله بتبقى انه الناس بتبقى حاسة ان الفكرة بتاعتها عظيمة وهتنجح ومن غير دراسة. فالموضوع محتاج دراسة عشان المجهود والفلوس اللي بتتحط اه مهمة اوي اوي. اه محمد مصطفى الفرق ما بين البراندينج و البراندينج هو العلاقات قصيرة المدى اه سوري اسف طويلة المدى البراندينج ان انا ببني الهوية اللي انت هتكمل بيها البراندينج اللي هو الدعاوي الاعلان هي حاجات كلها اشتري الان اتصل الان الى اخره فده الفرق ما بين الاثنين والاثنين مهمين جدا بس ده لو دور ولاده دور يعني ايه تاني انا عمل بقرة كده الوقتي انا خلص جوابت على حاجة شيئة كده ايه تأثير على البراند تقصد بايه يعني كرار هنا هل تقصد انه الشركاء يعني كشركة يعني ولا تقصد انه لو في حد الشريك له دور معين مش فاهم قوي الحيط دي بصراحة بس عموما انا عندي حاجات عايز اختم بيها سريعا كده اه على حتة يعني شوية نصايح من وجهة نظري يعني اختم بيها الموضوع خطواته اسلام انا جوابت فوق قبل كده ايه تاني لو السوق لا ادخله هذا يقفوش غير اثنين تلات اوكي لو انا نهاردا دخل السوق وما فيهوش ناس كتير حتى لو انا الوحتي لو على فكرة ابل من وجهة نظري انا الشخصية ابل قدر انه هو حتى وهو يحافظ على صداره معانا في براند فاليو. هو مش اعلى مبيعات. ولكن هو اعلى براند فاليو. انه عرف يحافظ على حاجة معانا وكان لوحده خلص لمعامل التكنولوجيا. ولكن كله مرة والتانية بيحاول يرمي الانوفيشن بتاعه للحتة بعيد. وطبعا الكلام ده اكتر لكنه هو تفسير جوبس. يمكن دلوقتي ابل طبعا ضعفت كتير في حتة. ايه مصادر اللي ممكن منها اقرأ وفهم اكتر? ده سؤال حلو قوي. في كتب لذيذة جدا. انا في كتاب حلو كويس. في كتاب برضو حلو جدا. اسمه برضو حلو قوي. في ايه تاني انا اعتقد الكتابين دول بالذات لو بدأت بهم هيبدأوا. بصهم مفيش كتاب براندنج براندنج قوي على قد ما انا عايزك تعيش الفلسفة من بعد التسويق والحاجات دي كلها. ايه تاني? اوكي. اه احمد صارو على الطريقة اعمل براندنج في البيت بعد اذنك. حاضر حاضر حبيبي هخش لك انا هكلم باحتة للايف. شكرا احمد. المهم بس يقول للايه? طب بعدين هاقول لك. طيب اه ام. انا بصراح ما عنديش فكرة بالكورسات اللي موجودة هنا في مصر. حقيقة. هل بيختلف ما بين البراندنج البراندنج السورفزز لا البراندنج السولوشن هو على حسب انا برضه انا عايز اقدم ايه للناس وتشوف ايه فهو بس هو بيتم من توليف البراندنج بناء على البيزنس ايديا بتاعتك فلو انت خدمة هيباليها نظام لو انت شركة هيباليها نظامين يعني كل حاجة وليها نظام زي ما قلت بس في الاخر هو لو انت سؤالك هل البراندنج بينفع للجميع اه بينفع الجميع ايه تانية ايه الموديل الناجح من وجهة نظرك لادارة اعمال احد الفنانين مشهورين انا بشوف انه من وجهة نظري انا شخصيا كعثمان انه من اكتر الناس اللي عرفت تحافز على البراند بتاعها من ناحية المشهورين هو عامل ديالي سيبك بقى من حتة ان هو هضبة ومش عرف ايه بتاعه كلمين ده وهو اسطورة بلا شك ولكن انا مليش من مسميات انا بتكلم انه الراجل دي عارف يحافز على نفسه سنين معينة مع العلم ان فيه مغنيين كتير معرفوش يحافزه على نفس الموضوع يعني طيب اربع دقيق اه اه اي تانيك كورسات من اقولت مفيش كورسات يا جماعة اه يا من حسني ازاي تبدأ اه تسويق مشهور جديد بمبلغ بسيط على حسب البيزنس بتاعك ايام انا زي بقولك انا عندي يا رأي يا ايامن ان انت ممكن لو البيزنس بتاعك مقتضي مبلغ انت مش موجود اه مش معاك يعني قصدي اذا لاست فكر تستلف او تدخل معك شركة لانك تبني بزنس على قد الحفل دلل رجليك في الظروف اللي احنا فيها دي مش الخطة الصح نصيحة فاتوفر مجموض الفلوس يعني. عشان تبدأ صح. انا ما بقولكش ببعك 40 مليون جنيه بس ما ما ينفعش فيه بدايات ما اقدرش تبقى معي واشتغل بيها يعني. ايه تاني يا رب. اه. او عايزة دراسة ماركتنج ابدأ منين? دوحة اعتقد انتي لازم تبدأي لو انتي ما عندكيش لو درستيش في الجامعة ممكن تبدأي تاخد انتي كورسات على الاقل تعلمك الاساسيات. اه. اه ايه تاني? شايماء حسني على حسب يا شايماء اه لو انتي مصورة على حسب هل انتي هيبقى معاكي ناس ولا لأ يعني في ناس مصورين بس انا بحس ان الفوتواجرفيرز عادة بيبقوا اشخاص اكتر مما هي الشركات لان في الاخر بفي حد لازم يسوق حاجة معينة يعني. ممكن تبقى الشركة مرتبطة ده واحد متخصص حاجة متخصص حاجة فانتو بتقسموا اللقمة العيش مع بعض. بس في الاخر يتبقى شخص لازم بيماركت نفسه يعني. طيب. اه فاضيلي دي اقتين. اه. المكاتب في مصر. ودي قصة تانية ممكن تبقى تبعتها لي يعني سؤال اه ممكن لوحدي ابقى جاوبك عليها اقولك يعني رأيي. اه خالد محمد ممكن تتواصل معي بعد اللايف تحت امرك لو في حاجة اقدر اعملها علاية طبعا ليك. اه اه اي تاني. اه. طيب ناخد بقى اخر مسلا. اوكي سؤال كويس من محمود عطا بيكلم على تحديد ميزانات التسويقية للمشروع. دي مش هنقدر انك تحددها لازم تبقى عارف تطالبات السوق ايه? انك عايز توصل المعلومة والخدمة بتاعتك دي للناس. الناس ازم تعرف انت يعني انا في الاخر عايز اوصل انا ببيع اه تبشير. عايز اوصلها للمعلمين عشان هما بيستخدموا التبشير دي للصبورة. هل اروح اعمل او دور عدائري? لا. فانا عشان اعرف اركز ان انا اوصل ابيع التبشير دي فين في المكتبات? وزي اعرف اوصل للمعلمين لانه ما عادش استخدم التبشير للمعلمين. يبقى انا لازم اعرف المعلم محتاج ايه? وطلباته ايه? وهو فعلا بيبقى نفسه في ايه? واخبالك? بقناقا عليه اقدر اطلع افكار للدعاية والاعلان عشان اخش عليهم. ففي حتة دي لازم تسأل اهل الخبرة في الحتة على حسب المنتج وعلى حتى الظروف وعلى حسب الزبون وتارجل بتاعك. طيب اه احمد حسين هتعمل بتاعك على اليوتيوب امتى? والله انا ما عنديش وقت. بس انا نفس ابدأ الموضوع ده بس ان شاء الله يعني لو جاتلي فرصة قريبة اعملها. طيب انا عشان اختم بقى لان انا خلاص المفوض وقت خلص. عايز اقول كم نصيحة اخرانيين كده. اه لو النهاردة حد حابب ان هو يبدأ الكارير بتاعه. اه في في عالم التسويق يعني. الحاجة الاولانية قبل ما تخش هزا التخصص يستحسن انا قدي نصيحة يعني هما هما ست حاجات. الحاجة الاولانية ان انت لازم تتعلم تشوف الشعب دي كل شعبة في التسويق بتقدم ايه قبل ما تفكر انك عايز تخش في واحدة منهم. عشان برضه تبقى عندك نوع ما تبقىش داخل كده اي قطرش في الزفقة لازم انا عارف وبسأله بشوف جوجل يا جوجلت يوتيوبت استخدم كل التكنولوجيا اسأل اصحابك بس اعرف الشعب التسويقية عامل ازاي. نمرة اتنين انا يعني اخش في شركة وانا لسه صغير وتعلم وامشي اتس او كي طالما بامشي بطريقة كويسة وطالما باعتذر وباقدم استقلتي وباديهم النوت مصبوطة عشان الدنيا والسوق في الاخر كله قد كده فيبقى دايما خروجي مع الناس مين عارف يمكن الدنيا تلف وترجع وشتغل مع بعض تاني فاتس او كي ان انت مش عيب الناس برضو بتسعب بتبقى وتحرج ان انا انا جيت اجانة في شركة شهرين تلاتة ما تبسطتش امشي ولا تكسف لا ما تكسرش بس المهم تمشي بطريقة كويسة عشان انت اكشل بتبدي سمعتك من النقطة دي نمرة تلاتة الصنعة بتاعتنا احنا في الكمنيكيشن بيزنس مرتبط على الاشخاص ولا احنا خط انتاج ولا احنا عربيات توزيع ولا اي حاجة لو انت ما عندكش الاستعداد انك تتحمل الضغوط تتحمل الناس مطالب الناس انك تبقى زي بكده لو انت عندك ولاد او اخوات وبتكلمهم بالراحة عشان تفهمهم انه عملا برضو كذلك تلاتة تكلمهم يقفيه السياق تعرف تتحمل لو حد منهم غبان شوية تعرف تتكلمه تشحل وغبان ليه لو انت غلطان تعتذر كلنا بنغلط بس لازم يبقى فيه نوع من انواع التطلع ان انا عندي الاستعداد ان انا يعني اخدم على الزبون فالو انت ما عندكش دي يبقى بلاش الصنعة دي نمرة اربعة محدش هيعلمك الا انت يعني في الزروف اللي احنا فيها دي انت الوحيد اللي هتعرف تمسك زمام الامور انك تعرف تليد بتاعك وتعرف تتعلم وتسقف نفسك وتقرى كتب وتخش على حاجات وتسأل مديرينك وا 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 الى اخيره محدش فينا هيقولك خد معلقة دي بوقك للاسف الزمن غير الزمن بدون ان اتغيرت كله بيجري فمحتاج ان انت يتخذ نمرة خمسة خد المسئولية يعني مش معنى اللي بيشتغل في شركة او مرتب اللي بيشتغل في شركة بيعتبر انها مرتب ده ما بينجحش او بصراحة اللي بيشتغل في شركة حتى لو كان والله بينزل ده انا بشوف ناس بتنزل تدريب وببلاش يعني بتاكل النجيل دي اكتر ناس بتنجح لانه بيبعنده نوع من التحمل المسئولية ان هو عايز ينجح وعايز يزبط نفسه فدي مهمة قوي قوي نمرة ستة والاخيرة ياريت يعني زي بيقوله كده ايه تقدر كلنا لازم نفشل فانت لازم تفهم الفشل وتقدره ما يكيبكش يعني انا بقوله لازم ابقى انا النهاردة عارف انا بفشل وتعلم منه ومش عيب يعني ما فيش حد يعني ما بيتعلمش يعه فدول اهم ستة حاجات لحتة الكارير ادفايز ازا كان حد عايز يخش في الكمنيكيشن بيزنس واخر حاجة احب اقوله هم تسع حاجات لو انت عايز تبدأ البراندنج بتاعك او البيزنس بتاعك الحاجة لو قولناها زي ما قلت اتأكد ان البيزنس قدية بتاعتك دي ليها دور ولها احتياج نمرة اتنين ياريت تنقي الشركاء بتاعك مزبوط في شركات كتير بتقع في فخ ان هما بينقوا عشان شوية اصحاب مجموعة وبعد كده في الاخر للأسف شديد ما يعني الشراكة ما بتنجحش لانه كل واحد ادواره ما بتبقاش واضحة نمرة تلاتة اه ياريت تسأل الناس المختصة في كل مجال يا طارق انا محتاج كام ادفع فلوس او استثمر فلوس عشان اعرف اننجح فكريتي فهتقوم انت وانت بقى نمرة اربعة بتعمل الدراسة الجدوى الفلوس اللي انت بتحطها مزبوطة نمرة خمسة لو معكش كل المبلغ يتستلف يتدخل شركة يتدور على مستثمرين لو انت عندك صالد بيزنس بلان لان دي مهمة قوي قوي ان في الزمن اللي احنا فيه ده النهاردة اللي عنده فكرة كويسة ويصف عليها صحة ممكن ان ينجح بيها والارزاق على الله طبعا نمرة اه ستة وانت بتكتب البريف انا عايز برضو الناس تبقى بتفكر ان انا لما اي افكر انا اكتب بريف يعني اتعاون مع الشركات بقى دعاوي الاعلان او البراندين اي امكان من الشركات لازم تبق انت عايش البراند لازم تعايش الناس معاك في الحتة دي فيه ناس ما بتكتبش بريف خالصة بيفتكر او الله انا عايز اعمل لوجو او انا عايز اعمل حملة دعائية ايوة لا عايشني اكتر المنتج وعايش الناس معاك انا بالذات الناس المسلا في مجال الاكل او ساعات فيه ناس في الصناعة فيه راجل مبسوط وعايز ياخدك المصنع وتتفرج او الناس بتوع الاكل بصوا بعمل ايه وبجيب ايه وموردين بعمل ايه وبصوا بحط يعني مش هديني سرطة الخلطة بس بعايشني مع الاكسبرينز نمرة سب اه ياريت تختار الاحسن مش الارخص يعني نصيحة الناس اللي بتختار الارخص دعلى عشان يعني هو ده اللي انا اقدر عليه وخلاص ساعات بالاسف ما بيجيبش نتيجة المطلوبة فصمت عامز ان انت ممكن تبقى بناء الارخص حتى لو انت تقدر تجيب الاحسن ما بقولش الاغلى بقول الاحسن ده هيبقى برضو مهم قوي نمرة تمانية لما تعمل لونشنج اه وتنطلق بقى بالخدمة بتاعتك وكلام عنده كله ياريت وانت بتنطلق اتعلم لانه هيحصل دايما واخر حاجة نمرة تسعة حتة ان انت مهمة قوي الناس اللي بتعمل حملة دعاية واحدة وبعين تنام وتستنى بقى بقية السنة والارزاق على الله دي اكتر ناس بتواجه صعوبات لان في يوم الايام لما البراند بيقعد فترة ما بيتكلمش مع الناس لأسف بيتطفي ولان فيه غيرك بيتكلم وفيه غيرك بيقول فالدوشة بتزيد ففي الاخت لقى البراند بتاعك يعني هربت منه وزي بيقوله كده اتصحبت السكينة او السجانة بتحت رجلو يا جماعة واتمنى اكون مفيد ولو في حد عنده اي اسئلة عايز يبعتها لي على الفيسبوك ميسجر انا تحت امركو لو اعرف اجاوب اول ما لقي الفرصة يعني بازن الله يا جماعة